تتوصل فعاليات مهرجان ليوى للرطب بدورته التاسعة عشرة في مدينة ليوى بمنطقة الضفرة هو الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراثي الإمارات وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثلاثين مليون يوالجاري برعاية سمو الشيخ منصور بن زايدا للهيان نائب رئيسي الدولة نائب رئيس مجلسي الوزراء وزير ديوان الرئاسة وبمشاركة بارزة لأصحاب المزارع والأسر المنتجة قدموا خلالها أجود الأنواع للمنافسة على جودة المعروضة وينطلق مهرجان ليوى للرطب احتفاءا بموسم جني الرطب في دولة الإمارات حيث شهد منافسات وساعة من مزارعي النخيل وحضورا كبيرا من الزوار إذ يشهد المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الشيقة إلى جانب السوق الشعبي الذي يضم عشرات المحلات المتنوعة وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة وعربات الطعام المتنقلة وورش الأطفال والمسابقات الشعبية المتنوعة ترجمة نانسي قنقر